الشعوب العربية في العشر سنين اللي فاتوا أصبحت ضحية مؤامرات ومواءمات الحكام لما الحكام بيبقوا كويسين مع بعض فإعلامهم بيبدأ يتكلم كويس عن البلد التانية والرئيس التاني والإعلام التاني وعرقة وتاريخ وثقافة وحضارة البلد الآخر في محاولة لتقريب وجهات النظر ورفع شعار حبوا بعض يا جماعة إحنا شعوب واحدة ومصرنا واحد لكن لما الحكام بيختلفوا في العشر سنين اللي فاتوا علمتنا التجربة أن الشعوب هي اللي بتدفع التمن إزاي بيختلفوا على صفقة بيختلفوا على مصار سياسي بيختلفوا على وجهة نظر في قضية إقليمية في تدخل عسكري هنا أو هناك في علاقة بنظام آخر إقليمي أو دولي في ملف التطبيع في ملفات أخرى وبالتالي بيبدأ إعلام كل بلد ياخد الأوامر من الحكام بتوعه أو من الحكومة بتاعته ويبدأ يشحن الرأي العام في بلده ويهاجم الطرف الآخر بيحصل إيه؟ الحكام بيتصلحوا بعد فترة والإعلام بينفذ الأمر هنا وهناك بعد فترة بيزبطوهم على الموجة اللي هم عايزينها فبيتحركوا لكن الشعوب بيترك فيها أثر بالد إما إيجابي إن إحنا بنحب الناس دي قوي بنحب الدولة دي قوي والراجل دي قوي أو إن في إيهانات جايلنا من البلد دي بإعلامها فتبدأ الشعوب تحمل ضغينة تبدأ الشعوب يبقى بينها أحقاد تبدأ الشعوب تتكلم عن بعض وحش تبدأ تحصل مشاكل جذرية بين شعوب عربية مسلمة التجربة اللي أنا بحكيها دي حصلت في العشر سنين اللي فاتوا ما بين دول كتيرة جدا ما بين الجزائر والمغرب ما بين مصر والجزائر ما بين مصر والسعودية ما بين الإمارات والسعودية ما بين قطر والسعودية ما بين قطر والإمارات ما بين دول كتيرة جدا حصل ما بينها نفس الإشكال ده وفي كل مرة بنكتشف أن هناك أذرع إما في الديوان الأميري أو في الديوان الملكي أو في قصر الرئاسة هي من تحرك هذه الحرب والشعوب اللي بتدفع التمن عشان كده لازم كنت أقول المؤدمة دي قبل ما أتكلم عن الفقرة الجاي لأن الشعوب يا جماعة بر الخناء الشعوب مقهورة الشعوب الأنظمة دي مش بتمثلها والإعلام ده مش بيتكلم باسمها الإعلام ده بيتكلم باسم السلطة فلما هنتكلم عن إعلام سعودي بيهاجم مصر وفي حملة في السعودية ضد مصر فأحنا مش بنتكلم أو نسيء أو ننتقد الشعب السعودي الشقير لما نتكلم عن إعلام مصري بيتكلم عن السعودية فمش معنى كده أن الشعب المصري بيسيء للمملكة العربية السعودية خلوا الشعوب بر الخناء خلوا الشعوب بر القصة خلونا نتكلم على حكام وأمراء ورؤساء وملوك بيحركوا إعلام عشان مصالحهم هم اللي هي أصلا لا تصب أبدا في مصلحة الشعوب إيه الحكاية؟ أنا ليه بديت بالإنترو الغريب ده؟ هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة الحقيقة إن إحنا أمام 48 ساعة حملت في طياطها حملة إعلامية سعودية للهجوم على مصر والتقليل من مصر وفي بعض الأحيان إهانة مصر وإهانة الشعب المصري خليني أقول مرة تانية الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي مش على الشعب السعودي والحملة دي إحنا عارفين مين وراها وبنحاول في الفقرة دي نفهم هي ليه أصلا حصل في ذبابة إلكترونية برتبة صحفي ما هو الذباب الإلكتروني برتب يا جماعة في ذبابة إلكترونية برتبة ذباب إلكتروني وفي ذباب إلكترونية برتبة قائد ذباب إلكتروني وفي ذباب إلكترونية برتبة مزيع في العربية أو في أي قناة سعودي وفي ذبابة إلكترونية بردبة صحفي ودول كتير بقى تليون في الشرق الأوسط تليون في عكاذ هاتليون في العرب اللندنية أحيانا بيتحول لسكاي نيوز والذبابة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هو من النوعية دي هي ذبابة سعودية ناطقة باسم السلطة بردبة صحفي اسمه عبدالعزيز الخميس تعالوا نشوف هذه الذبابة الإلكترونية بردبة صحفي السعودية طبعا قال إيه عن مصر اليومين اللي فاتوا في برنامج مع إعلام سعودي أخر مستقل أيضا وبالتالي هي واحدة من أدوات الضغط على أثيوبيا بسبب سد النهضة الموجود في أثيوبيا والملء المتسارح لكن أنا أعتقد لا توجد لدى مصر أي أوراق أخرى لأن الموضوع أكبر من مصر والصومال مهم خاصة إن شاء الله الصومال مهم للدول كثيرة مثل المريطانية والولايات المتحدة وأيضا هو مهم في هذه الأيام بسبب تواجد الحوثيين في تلك المنطقة ومهم أيضا في الاستراتيجيات الأمريكية المستقبلية واستراتيجيات الغربية لصيانة أمن باب المندب فبالتالي مصر لم تتدخل في الوقت للبحر الأحمر في مشاكل الحوثي يهاجم في البحر الأحمر ويضر بالميزانية المصرية عبر قلة عوائد قناة السويس فكيف بها تذهب لمتساندة الصومال؟ هي لم تساند نفسها في منع الحوثيين من ضرب تجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس فتذهب لتدافع عن مينا في شمال الصومال أو مطار أو الصوماليين الشماليين أو تحاول أن تضغط على الشمال الصومال أين أيضاً حكومة مقدشو هي حكومة لا تتسق مع الاستراتيجيات المصرية الكثيرة هي فقط مجرد أداة وورقة تستخدم ضد الآثيوبيين لكن الآثيوبيين موقعهم أقوى وأيضاً علاقاتهم أقوى وتحالفاتهم أقوى وخاصة تحالفهم في واشنطن لا ننسى أن الآثيوبيون لديهم لغي قوي جداً في واشنطن جداً جداً قوي وأنا رأيت أمني في واشنطن الكثير منهم الذين يكون علاقات ضخمة داخل الولايات المتحدة وأيضاً مساندة قوية من قبل الإدارة الأمريكية لهم إيه اللي بيقوله عبدالعزيز الخميس في الفيديو ده بيقوله أن الصومال أكبر من مصر أن الأزمة في الصومال أكبر من مصر مصر ما دفعتش عن نفسها لما كان المفروض تتدخل في البحر الأحمر مع هجمات الحوثي اللي أثرت على قناة السويس مصر ما راحتش اليمن وبالتالي مصر ما عندهاش أي أوراق قوة تجاه إثيوبيا وإثيوبيا موقفها أقوى عشان الولايات المتحدة والدعم بتاع بريطانيا والمذيع بعدها في الجزء يعني لو كملنا الفيديو كان بيقوله إسرائيل كمان فهو قاله غير الإسرائيل كمان أنه يعني فيه علاقات قوية وأن الإثيوبيين في واشنطن دي سي فيه أحياء كاملة تقريباً هم متمركزين فيها وليهم تأثير ودوائر نفوذ قوية جداً الولايات المتحدة الأمريكية طيب إحنا هنا قدام إيه قدام رسائل مش بيقولها صحفي مستقل معلش يا جماعة والله أنا آسف جداً عبدالعزيز الخميس زي ما قلت لك وعرفك بيه دلوقتي هو ذبابة إلكترونية سعودية بردبة صحفي يعني هو بيتحدث فيما يشبه الموقف الرسمي السعودي يعني الراجل ده لا يقدح من رأسه راجل بحجم عبدالعزيز الخميس وهقول له حضرتك السيفي بتاعه دلوقتي لا يمكن أن يتحدى في قضية تمثل أمن القوم المصري قضية بهذه الحساسية تحدث فيها سيء الذكر أكثر من مرة كان آخرها مبارح مع الرئيس الألماني ومتكلم أننا عندنا مشكلة مع إثيوبيا وأننا عملينا انتفاية الدفاع مشترك فيطلع ينتقد الكلام ده وينتقد الدور المصري في الصومال ويقول وصف أن الصومال أكبر من مصر في يعني تقزيم وإهانة شديدة لمصر ويكلم يعني يكين المديح لإثيوبيا عندها نفوذ إقليمي ونفوذ دولي والموضوع مش عارف كده ومصر ما عندهاش أوراق قوة وبعدين يكمل يقول لك مصر ما دفعتش عن نفسها أصلا عند الحوثي في البحر الأحمر مصر ما جاتش معنا اليمن هو عبدالعزيز الخميس اللي بينتقد مصر ولا محمد بن سلمان هي السلطات السعودية اللي بتنتقد ولا عبدالعزيز الخميس ما يا جماعة إحنا زي ما قلت لك بقالنا عشر سنين حفظنا خلاص أنه اللي زي عبدالعزيز الخميس واحمد موسى لا يمكن أن يقضح من رأسه ده بيملي بيقول ما يملي عليه سيده ولي العهد وده بيقول ما يملي عليه عباس كامل نقلا عن سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي فالقصة بالنسبة لنا واضحة انتقاد موقف مصري بالشكل ده بالشكل العلني ده في إعلام سعودي من رجل بحجم عبدالعزيز الخميس عند السلطات السعودية ده بيطرح ألف علامة استفهام هو النظام السعودي زعلان من السيسي في إيه هو إيه اللي حصل ما بينكوا يا جماعة هل كان فيه صفقة مثلا السيسي تأخر فيها هل كنتوا عايزين تاخدوا حاجة وحد تاني خدها هل كنتوا عايزين تعملوا حاجة وما حصلتش أسئلة كتيرة جدا الحقيقة إحنا يعني مش عارفين إيه اللي حصل لكن كان الملفت لما بحثنا خلينا نطلع الأول كده معلومات عن عبدالعزيز الخميس وبعدين أقول لكم قناة روتانا كانت بتتكلم في بوعر تاني برضو عن مصر لكن نشوف الأول مين هو عبدالعزيز الخميس اللي هاجم مصر لصالح إثيوبيا بهذه الطريقة هو صحفي السعودي مقرب من النظام كان بيعيش خارج المملكة السعودية في بريطانيا ورجع في 2014 اشتغل في صحف زي الشرق الأوسط الجزيرة السعودية ترقص تحليل جريدة العرب اللندنية ومن داعم اتفاقية أبراهام وتطبيع الإمارات والبحرين دعا لضرورة تطبيع السعودية مع دولة الاحتلال بيعد من الصحفيين اللي استخطبطهم الإمارات أيضا هو بوق من أبواق محمد بن زايد محلل سياسي تقريبا في سكاي نيوز الإماراتية ومعندوش أي مشكلة في اللي حصل في غزة محمل حماس المسئولية زار إسرائيل في يوليو 2014 شارك في مؤتمر هيرتسليا وهي دورة يعقدها معهر السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمان الأبري فده الراجل ده السيفي بتاعه عشان أقول لحضرتك أنه لا يمكن أن يتحدث عن مصر بهذه الطريقة طيب لما سمعنا كلام عبد العزيز الخميس قلنا يمكن لوحده فعملنا بحث بسيط كده فاكتشفنا لا اكتشفنا أن فيه حملة سعودية في الإعلام السعودي ضد مصر بطرق مختلفة كان منها على سبيل المثال لقاء في قناة روتانا السعودي المذيع سعودي والضيف سوداني بيسأله المذيع جايب له فيديو لحذاء الأنظمة أحمد موسى وهو بيقول له أن السودان بتاعتنا وكان الجزء مننا وبيقول له رأيك إيه في اللي تقال فالضيف بيرد فتأخذ القناة السعودية الفيديو وتكتب هل السودان جزء من مصر كما تدعي بعض النخب المصرية عنوان مستفز جدا لأي مواطن سوداني عنوان بيحمل بين طياطه وقيعة مباشرة بين الشعبين المصري والسودان عنوان يحسسك أنه خلاص هيبقى في حرب بين مصر والسودان طب يا جماعة مصر رايحة أصلا دلوقتي يمكن تشتبك مع إثيوبيا هي السعودية بتعمل إيه؟ هو عبدالعزيز الخميس طلع ليه يقول إن إثيوبيا أقوى ولها نفوز والصومال أكبر من مصر وقناة روتانا بتوقع ما بين مصر والسودان عن طريق القصة دي تعال نشوف جزء من الفيديو كثير من المتقفين المصريين وعنده بنواية أخرى تقول أنه لا السودان هو جزء من مصر مسألك السؤال هل السودان جزء من مصر هل استعمرت مصر السودان الكلمة معك وهو سؤال أساسي هل السودان جزء من مصر أم لم تكن فيهم لأن جزء من مصر طبعا تعليقا على ما تردد بعض النقل المصرية أن السودان كان جزء من مصر طبعا تتوصيف صحيح من ناحية أن الجغرافيا الجغرافيا النيل واد النيل ما في شكال التعريف نفسه دقيق جغرافيا واد النيل لكن يبدو أن هذا التعريف لا يراد منه أن يصف أمرا واقعا أن يقول أنه هناك وحدة في واد النيل وكما سمعني في المقطع قبل خليل أنا طبعا ما بنأخذ كثير جدا بما يقول البعض قبل شوية لكن واقع الحال إذا وصف السودان بأنه هناك تبعية في كل أشكال أو سعودة سياسية اقتصادية واجتماعية وكده لمصر فهذا ما بغير دقيق تسيب عبدالعزيز الخميس وتسيب قناة روتانا وتروح لموقع العربية تلاقي مجموعة من الأخبار للوهلة الأولى لما تقرأها تحس أن 80-90% منها أخبار سلبية عن مصر طب يا جماعة العربية هي مصر ما فيهاش حاجة حلوة يا جماعة العربية أنتم مش شايفين حاجة كويسة في مصر ما فيش خبر لطيف كده بيلو بيري الشعب المصري ده انتم واكلين شاربين سرقين نايمين مع بعض يعني ما فيش حاجة تعال نشوف كده الصورتين دول من موقع العربية السعودي مصر تشتري قمح روسي بالأمر المباشر هل تعود مصر لتخفيف الأحمال واردات مصر من السيارات تتراجع بأكثر من 14% اللي بعده محفظة القروض في البنوك المصرية تضيف تريليون ونصف تريليون جنيه خلال سبع شهور مصر تدرس سيناريوهات رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي انتم مين اللي زعالك يا جماعة والله لو تقولوا لنا نصالحك على بعض يعني هل كان في حاجة عنكو عليها وسيء الذكر باعها لحد تاني هل كنتوا عايزين تخلصوا في رأس جميلة بدري شوية وهو تأخر عليكو هل خد منكو شحنة رز مثلا ومرجعهاش هل استلف منكو حاجة وما دلكوش تعويض عنها هل اتأخر في سادات حاجة هل كان وعدكو بحاجة معينة مثلا في مكان ما في العالم وما حصلتش ايه اللي حاصل يا جماعة يا طال عمرك مين اللي زعالك لو سيء الذكر مزعالك قول لنا قول لنا يعني احنا الشعب المصري والله نحاول نصلح ما بينكو يا جماعة ده انتو عشر سدى الراجل مديكو ترانو صنافير انتو عايزين يا اكتر من كده طيب لما تلاقي اعلاميين وصحفيين وموقع سعودي بيتكلموا بالنبرة دي لازم تروح للذباب الالكتروني وتشوفه في اخر 48 ساعة ولا ثلاثة يام كان بيقول ايه تعالوا نشوف مع بعض كده في الايام اللي فاتت مجموعة من تغريدات الذباب السعودي عن مصر بص سيد عند الزواج تتحمل المرأة من التشابه الثقافي والاجتماعي بين المصريين والهنود واخد بالك عند الزواج تتحمل المرأة مصاريف التجهيز مثل تأسيس الشقة وغيرها من الامور ويصل الحال ببعض الاباء ان يقوم باخذ سلفة لمساعدة ابنته هو لو حياة المعيز وجعك اوي كده يا كعام قل لنا واحنا نعمل لك حياة المعيز وان وحياة المعيز وحياة المعيز وحياة المعيز ثري لحد الجزء الخمستاشر يعني لو حياة المعيز تعبك اوي كده ما تجيش نحية مصر بس يا عم الكعام عشان هيقلوا منك والله يعني المصريين على تويتر اللسانهم طويل شوية وصعبين شوية فهتقرب منهم بالشكل ده هيقلوا منك الحقيقة يعني فالكعام معرفش انت مغرد يعني مشهور ولا مش مشهور ولا ايه بس اللي انت بتعمله ده غلط خلي بالك من نفسك يا حبيب اين اللي بعده هو نفسهم في تسويق بيع البقر في مصر والبقر والجماوي والجواميس والمعيز ارتباط وثيق بحياة المصريين اليومية منذ الاف السنين واخد بالك انت انعكس هذلك بثقافاتهم وشعرهم يقول الشعر المصري الشعير احمد فؤاد نجم وبيقول على الشعر بتاع احمد فؤاد نجم فواضح جدا واضح جدا جدا والله انه الكعام زبابة الكترونية بس متكلفة شوية واضح فعلا ان حياة المعيز حد فهمه ان المصريين اللي انتجوه فيا كعام المصريين اللي همش دعوا في حياة المعيز حياة المعيز عبارة عن هندي فيه واحد سعودي يعني كان هيقتله كراه في حياته فانت مالكو ما المصريين يا حبيبي روح تخانئ مع العمل الفيلم اللي بعضه تغريدة كمان كانت التكية المصرية تقدم للفقراء المصريين الذين يذهبون لمكة للحج والعمرة كان سكان المحليين يعانون من ظاهرة التسول والنهب عند المصريين حيث يستقرون مدة طويلة في الحجاز فقررت مصر العثمانية ارسال التكية لمحاربة هذه الظاهرة وكانوا يستفيدون من الصفر والطعام والشراب المجاني طيب اللي بعدها اللي بعدها طلع التغريدة اللي بعدها لان هي دي الطبة الحقيقة لا لا اللي قابل دي اللي قابل دي معلش ها اللي قابل دي يا جمع طيب معلش هو مش مهم خلاص هما كانوا بيكلموا في التغريدة الأخيرة دي ان المصريين خدم عند السعودي كويس كلموا انه المصريين كانوا خدم عند السعودي او تحت او بيقولك المصريين كانوا خدم عند اسيادهم فده تدلسكم وأكاذبكم ومش عارفين طيب أنا زي ما قلت أنا مش هعتبر أن دول الشعب السعودي أبدا أنا هتعامل ده دوباب إلكتروني وإعلام سعودي يرقى لمرتبة دوباب إلكتروني بردبة صحفي والسلطة السعودية هي اللي عاملة الكلام ده فمش هنرد الإساءة بإساءة لكن أنا فيه خبر يمكن يفسر لنا شوية الموضوع يمكن ويمكن لا تعال نشوف كده الخبر ده مع بعض شركة سعودية تنافس ثلاث شركات عالمية للفوز بمزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر أربع شركات عالمية كانت بتتنافس للفوز بالتنقيب عن الذهب بمنطقتين في مصر بالقرب من منجم السكري خلال أول مزايدة عالمية لمصر تطرحى شركة شلاتين للثروة المعدنية بتاعت الجيش وفقا لما نقلته وكالة الشرق بلومبر كان فيه لوتس جولد الكندية انفينيتي الروسية مناجم النوبة الإنجليزية وخطوات السعودية فهل القصة لها علاقة بصفقة منجم السكري اللي حصلت أول مبارح أنا الحي معرفش لكن واضح انه فيه خلاف ما بين السيسي وبين سلمان على حاجة أول ما الخلاف ده هيتسوى يمكن عم عزي خميس يطلع يعتزل يقولك مصر أقوى من أثيوبيا ويمكن الزباب الإلكتروني ده يحزف التغريدات ويمكن الولد الكعام ده يرجع يعمل تشابهات ما بين الهنود وناس تاني يعني أصدي انه هتشوفوا الآام الجاية لو المشكلة تحلت السعودية خلت اللي هي عايزة من سيء الذكر خلاص الذباب ده هيتقلوا ذبابة ارجع لعقلك اتكلم عن مصر كويس فهيتكلم عن مصر كويس ايه احتمالات الخلاف ما بين البلدين ايه اللي حصل يا جماعة تعالوا نشوف بعض السيناريوهات اللي طرحها فريل إعداد يمكن تطبيع السعودي مع اسرائيل يكون ملف من الملفات يمكن موقف السعودية من عدوان على غزة مفيش اسناد لموقف مصر بشكل كافي ممكن التقارب المصري التركي ممكن استضاقة السعودية لمفاوضات جدة بين فرقاء السودان وده فيه تحجيم دور مصر عدم مسندة مصر في ملف سد النهضة وده واضح جدا الحقيقة وايضا عدم مسندة السعودية في تقويض الحثيين بالبحر الأحمر كلها ملفات مهمة الحقيقة وكلها متعلقة بخلافات بين البلدين خلافات ما بين السعودية وما بين مصر مش على مستوى الدولة مش على مستوى الشعوب لكن على مستوى سيء الذكر وطال عمره ولي العهد السعودي خبر مهم حصل مبارح وهو المعونة العسكرية الأمريكية لمصر بيتسلمها الجيش المصري وبتسلمها مصر كاملة منذ سنوات نيويورك تايمز بتقول مستشهدا بمساعدة غزة بلينكينية تنازل عن شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة لمصر قالوا أن هما هيتنازلوا عن متطلبات حقوق الإنسان وده تقديرا لجهود القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة طيب تعالوا نشوف مجموعة من المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان والنظام الديكتاتوري في مصر برئاسة سيدك من وقت ما بايدن فاز وخسر ترامب اللي كان بيعتبر السيسي ديكتاتوره المفضل ولاية المتحدة الأمريكية حجبت جزء من المعونة العسكرية من عام 2020 أعلنت أن حقوق الإنسان ستكون محورية للعلاقات الثنائية بينها وبين مصر وبايدن وعد بعدم منح مصر الشيكات مفتوحة تمكنها من انتهاكات حقوق الإنسان النظام المصري الحقيقي فشل في تحقيق تقدم واضح ومتصق في مجال حقوق الإنسان حاول التأثير على القرار الأمريكي برشوة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مندنز بعد حرب غزة تنازل بايدن عن شروط حقوق الإنسان تقديرا لجهود مصر بشكل واضح وده كان مثال مأساوي على ازدواجية المعايير تماما كما تفعل الإدارة الأمريكية مع إسرائيل طيب في بعض التقارير كمان تتكلم أن إدارة بايدن خلفت القانون الأمريكي لمكافئة السيسي على حماية إسرائيل القانون الأمريكي بيفرض شروط على ربع المساعدات العسكرية إلى مصر وزير الخارجية أكد أن القائرة امتثلت وأحرزت تقدما في حقوق الإنسان وعلى رغم من ده يجب أن يؤكد وزير الخارجية بدا لكن بلينكين قال أن مصر لم تستوفي متطلبات حقوق الإنسان إلا جزئيا لكن الإدارة الأمريكية اختارت استخدام إعفاء الأمن القومي لتمرير المساعدة وبلينكين استند لدور مصر الكبير والمهم اللي لعبته على مدى أشهر في حرب غزة لكن البيان كمان تكلم عن أن مصر حقاية تقدم واضح وثابت في إطلاق صراح المعتقل طيب نيويورك تايمز كمان اتكلمت عن أنه التمويل الكامل يمثل نوعا من المرور المجاني للجنرال الاستبدادي المصري بيقولوا أن فيه تقرير أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان، اعتقالات تعسفية، قتل خارج نطاق القانون، تعذيب وظروف سجن قاسية وكمان أنه ما كانش فيه انتخابات رئاسية حرة بل كان فيه سجن للمعارضين كان فيه مجموعات مهمشة زي الأقليات الدينية واللاجئين بيعانوا من انتهاكات أشاروا لرشوة السير بوب مندنس بشكل أو بآخر لكن السؤال الحقيقة بلينك نتكلم على دور مصر المهم جدا طيب ما تيجوا نشوف كده هم بيكافؤوا السيسي على إيه؟ يعني على ماذا تكافئ الإدارة الأمريكية سيء الذكر؟ الحقيقة الإجابة في كلمتين جار السوق السيسي كان جار السوق لغزة فأمريكا بتكافؤوا لأنه كان جيرة خير للاحتلال الإسرائيلي تعالوا نشوف مع بعض حاصر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات وإجلاء المرض إيه ده يا جماعة؟ نشيله يا جماعة ده نسق مع إسرائيل مين اللي بيدخل وبيخرج من المعبر؟ تاجر بدماء أهل غزة الأرجاني وبطولاته شارك في الجسر البر الإسرائيلي شغل المواني بتاعته بديلا لإلات ما ردش على إساءات نتنياهو أكتر من مرة ما ردش على القصف الإسرائيلي اللي استهدف الأراضي المصرية ما ردش على قتل إسرائيل اللي ولدنا على الحدود ما عمل لهمش جنازة عسكرية حتى ووافق على نشر قوات عربية دولية في محور فلاديلفيا ولم يرد على خرق إسرائيل لمعاهدة السلام كامب ديفيد في الوقت اللي إحنا الإدارة الأمريكية بتتخذ فيه قرار زي ده الحقيقة بيصدر تقرير من مكتبة البرلمان البريطاني عن الأوضاع في مصر ما ينفعش نتكلم عن قرار الإدارة الأمريكية بمعزل عن القرار ده لأنه واضح أن فيه إجماع دولي أن السيسي حلو والنظام حلو وعمل دور عظيم جدا تجاه إسرائيل واتجاه اللي بيحصل في غزة فالكل لازم يكفؤه الكل لازم يخفف حدة الانتقادات الحقوقية تعالوا نشوف جزء من ازدواجية المعايير هذه المرة في بريطانيا مكتبة البرلمان البريطاني بتقدم موجز عن السياسة المصرية حقوق الإنسان والتجارة والعلاقات الدولية وأيضا عن القيادة والسياسة والحقوق السياسية في عهد سيء الذكر حقوق الإنسان حقوق المرأة والتجارة مع المملكة المتحدة طيب هم بيعملوا التقارير ديلي أصلا المكتبة بتاعة البرلمان البريطاني عشان يقدموا لمحة عامة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتجاري في مصر ويصلطوا الضوء على العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر وبعض القضايا المشتركة توقيت إصدار التقارير دي بيرتبط بالتطورات السياسية أو التغيرات في العلاقات بعض معالم التقرير أو الأجزاء اللي تكلموا فيها أو الملفات الحقيقة كان شيء ملفت جدا آخر تقرير كان في 2021 كان بيتكلم بشكل مختلف شوية عن التقرير اللي طالع في الـ 24 ساعة اللي فات تعالوا نشوف كده جزء طيب البرلمان البريطاني بيتكلم عن تأكيد العلاقات البريطانية مع مصر دبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا تجنب بالتقرير امتقاد أي سياسات اقتصادية اكتفى بالإشارة لهجمات الحوثي في البحر الأحمر قال أن صندوق النقد أشار إلى شركات الدولة يبدو أنها تتمتع بمزايا عن القطاع الخاص لما تكلم عن الدستور أشار أن معهد كارنيجي ذكر أنها دولة أمنية بوجهة ديمقراطية يعني التقرير ما قالش وجهة نظر وإنما نقل بعض الانتقادات المبطنة على لسان بعض المؤسسات وده بيقولك أنه فيه تحول حتى ملفحه الإنسان ما بقولش شايفينه تقرير تكلم عن علاء عبد الفتاح آه وذكر علاء عبد الفتاح لكن كده يعني بالمستخبي طيب تاريخ السياسي التقرير الحقيقة ما تكلمش أن السيسي قاد انقلاب عسكري بل وصفوه بأنه فاز بانتخابات رئاسية كويس اتكلم أنه هو يعز بعض المحللين أسباب إطاحة الرئيس المدني لمنتخب ديمقراطية المرة الأولى في مصر إلى عدم تقديم تنازلات كافية للجيش منظمة فريدم هاوس تقرير بيقول وصفت انتخابات 23 بأنها غير نزيهة انتخابات التشريعية اكتفت تقرير بأن فريدم هاوس ترى أنها لم تكن حرة أو نزيهة في موضوع المشاركة السياسية نسبوا الانتقادات الموجودة لتقرير الخارجية الأمريكية بشكل كبير وطبعا أشاروا أنه إزاي السلطات في مصر أطلقت صراح عدد من المعتقلين السياسيين بعفو رئاسي طيب تقييم حكومة المملكة المتحدة للوضع في مصر كان عامل إزاي في التقرير ده قالوا أنه مصر تعتبر واحدة من 32 دولة ذات أولوية لدى المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة أشارت للعدد الكبير من أحكام الإعدام تحديات المتعلقة بحرية التعبير قيود المفروضة على الصحفيين الحكومة رحبت في المملكة المتحدة بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 2022 بيقولوا أنهم أفراجوا عن ألف شخص وأن السلطات بتستمر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين حكومة المملكة المتحدة رحبت بإطلاق حوار وطني جديد للإصلاح السياسي في 2023 وأيضا أشارت تقرير إلى أن الحكومة البريطانية دأبت على إثارة قضية المدون البريطاني على عبد الفتاح فيما يخص إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أشار تقرير البرلمان البريطاني أو أشاد تقرير البرلمان البريطاني بالجهود المصرية في حرب غزة وجميع الحروب السابقة منذ عام 2007 بيقول التقرير أن مصر دعمت حصارا لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة عرض السيسي نقل الفلسطينيين إلى سيناء على الطرف المقابل للحدود لوجود مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتقال حركة حماس إلى سيناء تعاونت مصر وإسرائيل في بعض المجالات الاقتصادية أهمها الغازة أنا هنا عايزة عند ثلاث سطور مهمين قوي واربطهم بخبر لسه جاي عاجلة بص يا سيدي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عثرنا على تسع أنفاق تحت محور فلادلفيا مغلقة كلها من الجانب المصري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيقول دمرنا 80% من الأنفاق في محور فلادلفيا إسرائيل هنا بتقول أن مصر قامت بدورها أن السيسي قام بدوره أنه أغلق الأنفاق من ناحية مصر دمرها فيه أنفاق من ناحية غزة لكن أنفاق مصر السيسي قام بدوره تقريب بريطانيا بيقول أن سيء الذكر عارض خطة تهجير الفلسطينيين لسيناء مش عشان أي حاجة مش عشان الأمن القوم المصري ولا عشانه خايف على الفلسطينيين ولا عشانه منع خطة التهجير ووقف في وجه إسرائيل سدا منيعا زي مجموعة من الحمقة المطبلطية بيقوله لا تقرير البرلمان البريطاني بيقول إيه أن السيسي رفض لأنه كان خايف حركة حماس تروح سيناء بس خلاص ما حدش يقناعك أن الرجل ده خايف على أمن القوم المصري هو ما كانش عايز حماس تبقى في سيناء بس لا فرق معاه فلسطينيين ولا تهجير ولا الكلام ده خلاص وفقا لتقرير البرلمان البريطاني ما بين التقرير ده اللي هو ماسخ جدا ومايع جدا وقرار الإدارة الأمريكية بإعادة المساعدات أرحب بضيفي عبر سكايب من واشنطن عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي عبد الرحمن أهلا بيك أهلا بيك دكتور إسامة وأهلا بسادة المشاهدين هل كان قرارا متوقعا بمكافأة السيسي بكامل أو بإجمال المعونة العسكرية نعم هو كان قرارا متوقعا لجملة من الأشباب ليس من بينها مسألة غزة فقط في عشرين مارس الماضي قامت الحكومة بطريقة عن طريق القضاء المسيطر عليه بإسقاط الدعوة لانتفاق إقامتها أو حجية إقامتها الدعوة الخاصة بقضية المنظمات الأجنبية المعروفة بـ 173 لسنة 2011 والتي على أساسها تم تجميد أصول ومصادرة أموال ومنع من السفر لأشخاص مرتبطين بـ 83 منظمة أهلية في مصر تتلقى معاونات خارجية من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي وكانت هذه مطار نوع من أنواع الغضب والتشاحل ما بين جميع الإدارات الأمريكية ونظام عبدالفتاح السيسي لكن في 20 مارس الماضي تم إنهاء هذه القضية كأنها لم تكن بعد 13 عام بعد 13 عام اكتشف القاضي أنه لا حجية لإقامة الدعوة وبالتالي هذا يشرح لك مسألة المسرحية خلف هذا الأمر لكنها أرضت بشكل كبير الإدارة الأمريكية الأمر الآخر هو مسألة غزة بشكل رئيسي ومسألة الاستجابة عبدالفتاح السيسي لن يتلقى فقط المعونة كاملة يعني كان هناك نحن نعلم حتى يعلم السادة المشاهدين هناك 980 مليون دولار ليس عليهم اشتراطات غير المشترطين بأمر هناك 320 مليون دولار مرشترطين 225 مرتبطين بالحالة العامة لحقوق الإنسان و95 مليون مرتبطين بمسألة السجناء السياسيين وإطلاق صراحهم وتحسين أوضاعهم ووجود قوانين عادلة أو لازمة أو واجبة لهم فضلا عن عدم ترهيب المواطنين الأمريكيين في مصر ومنع ترهيبهم أو الاعتداء عليهم العام الماضي تم حد ب85 مليون من ال95 مليون وفي تقرير الخارجية الأمريكية عن عام 2023 قالوا أنه لا يوجد تحسين يذكر فجأة بعد عام أصبح هناك تحسينات ذكرت وهناك إنجازات قدمت دفعت الإدارة الحالية التي هي حجبت هذه الأمور بأرقام مختلفة في السنوات الأربع الماضية وبالتالي كان متوقعا لكل شخص مدقق كيف تفكر هذه الإدارة الأمريكية سواء من مسألة ما بين قوسين الحفاظ على مواطنيها ومنع ترهيبهم في مصر لأن هذا مربوط بمجموعة 95 مليون دولار من مجموعة 320 فضلا عن قضية 173 التي استخدمتها مصر كورقة مساومة واستخدمتها في التنكيل بكل المجتمع المدني وترهيبه في مصر منذ عام 2011 منذ الثورة منذ نوفمبر أو أكتوبر 2011 وأيضا مسألة السجناء السياسيين هم وجدوا أن الحكومة أطلقت عدد من السجناء السياسيين بالنسبة لهم كان مؤشرا كافيا لهذا الأمر فضلا عن مسألة ما قام اعتبره قانون إصلاح الحبس الاحتياطي الذي نحن نعلم أنه يتم استبداله بجريمة أكبر وأخطر وهي قانون الإجراءات الجنائية الذي هو قانون فوق العدالة وقانون إجرامي قانون ضد الدستور وضد حقوق الإنسان وقانون يحول المجتمع نفسه إلى غابة وبالتالي لا أعرف كيف اعتبرت الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية أن قانون إصلاح الحبس الاحتياطي أمرا جيدا خاصة أن الاستبداله أو مسألة أنه يتم في ضوء سياق تعديل قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من قوانين متعلقة بالحبس والمحاكمة والمقاضاء ودور النيابة وصلاحياتها وما إلى ذلك تلك الصورة الواسعة عن مسألة العدالة للمواطنين في مصر لكن كما حضرتك أشارت مسألة غزة بشكل رئيسي ومسألة إغلاق الحدود ومسألة الاستجابة كل الإشراطات الإسرائيلية حتى في عبور بعض الفلسطينيين الذين كانوا دائم القدرة بدفع الإتاوة وإرسال أسماء من سيخرج أولا إلى إسرائيل لتوافق عليه القوافل الطبية والقوافل الدولية من الدخول إلا بتنسيق وموفقة من إسرائيل هذا الأمر بالإضافة إلى ما جرى في 20 مارس وأشرت إليه في قضية 173 هذه هي الأسباب الرئيسية والجوهرية التي يمكن الاستناد إليها في فهم السوق هذه الإدارة الأمريكية التي جاءت بشعار حقوق الإنسان وتختمها بانتهاك حقوق الإنسان هذا السؤال عبد الرحمن بمثل هذا القرار بهذه الطريقة لكل الأسباب التي تفضلت بها هل أغلق ملف حقوق الإنسان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع النظام السيسي لأن الحقيقة مكتبة البرلمان البريطاني نشر التقرير لا يختلف كثيرا عن القرار الأمريكي يعني فيه إشادة كبيرة بدور مصر في غزة والفترة السابقة وإشادة بالإفراج عن ألف معتقل وفقا للجنة العفو الرئاسي نعم هذه مكافأة وكما أشرتك في البداية ليس تنزيل مكافأة المادية فقط نحن نعلم أن السيسي تلقى مساعدات عن طريق دفع فوري لصفقات بعض الصفقات الاقتصادية وموافقة تبدو وكأنها موافقات استثنائية من صندوق النقد الدولي أو كان فيها نوع من أنواع الكرم ما بين قوسين وفقا لخبراء اقتصاديين لمسألة تلقي مساعدات إضافية أو سلف أو قروض إضافية من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي تحت مسميات كثيرة وأزباب كثيرة لكن حتى الصحافة الأجنبية تذكر أن هناك ما يعتبر 57 مليار دولار السيسي يتلقاها ليس بشكل فوري وعاجل الآن لكن تفق عليها في صورة صفقات وفي صورة مساعدات وما إلى ذات هذا ما مجموعه نهائيا لدوره الرئيسي في غزة وسيناء وبالتالي التنصيق واحد نحن نعلم أن إنجلترا وألمانيا هي دول شبه تابعة للولايات المتحدة الأمريكية إن لم يكن في بعض الأحيان لدى بعض المراقبين تعتبر تابعة بشكل كامل لسياستها منذ غزوة العراق والحرب على أمغانستان وإعلان الحرب على الإرهاب كانت إنجلترا دائما تسير في ركب الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها السياسية والعسكرية وألمانيا كذلك وبالتالي لا أظن أن سيكون هناك اختلاف كبير ما بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ربما يتميز عنهما بقدر أفضل قليلا هو الاتحاد الأوروبي والذي كان صارما ولديه نوع من أنواع التشدد الأكبر في قضية المنظمات الأجنبية وقضية مسألة حقوق الإنسان ويعتبر لديه موقف على يسار الحكومة الإنجليزية التي لم تعد جزء من الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية وبالتالي نعم أنا أظن شخصي لا أقول أن هناك جلسة تنصيق تمت ما بين الإنجليز والأمريكيين لكن كما أشرت هناك نوع من أنواع التوافق العام الذهني أو الفعلي حتى في ظل حكومة يسار بلير كان حكومة يسار توني بلير وبالتالي بطبيعة الحالة اليسار الموجودة الآن ربما مختلف قليلا عن يسار توني بلير لكن في نهاية الأمر مسألة يسار أو يمين على مستوى السياسة الخارجية وتماشية مع الولايات المتحدة الأمريكية ظلت سنوات طويلة فيها ما يسمى بالتليبات أو يعني توارض الخواطر أو تشابه الخواطر بمعنى أن السياسات في جوارها واحد وبالتالي لا يجد توقع بأن يكون السلوكيات والأوتكم أو المخرجات مختلفة وبالتالي أنا لا أندهش أنا لم أطلع أو أعلم بمصادر في إنجلترا لكن جيد أن حضرك أشرت إليه وهو لا يدهشني على المستوى الشخصي كما لا يدهشني فكرة إعطاء المعونة هذا العام كاملة مكتملة دون وجود أي اشتراطات إلى مسألة حقوق الإنسان على الرغم من أن مسألة حقوق الإنسان في مصر تتعرض لضربة قاسمة بقانون الإجراءات الجنائية فضلا عن وجود معتقلين سياسيين كثر معروف قضاياهم ما زالوا يستخدمون كورقة مساومة عبد الرحمن لما نتكلم عن قرار زي هذا عن تقرير البرلمان البريطاني قرار الإدراءة الأمريكية الحياة ده يطرح سؤال مهم هل النتيجة التي وصلنا لها نتيجة ازدواجية معايير الغرب اللي طالما تشدق بحقوق الإنسان ثم ضرب بها عرض الحائط ولدى نتيجة مهارة وذكاء النظام المصري الذي استطاع بعد عشر سنوات أن يصل بالإدارة الأمريكية إلى دفع كامل المعاونة العسكرية وللبرلمان البريطاني أن يتجاهل تماما انتهاكات حقوق الإنسان اللهم إلا ذكر على استحياء لعلى عبد الفتاح يعني طبعا على عبد الفتاح على ما أتذكر أنه قد حصل على جنسية أخرى ولكن لم يقبل بالتنازل عن الجنسية المصرية فأظن الشخصي أن هذا هو السبب وهذا ليس عيبا لعلى عبد الفتاح ولكن هذا عيبا للحكومة حينما ذكرت ذكرت شخص معروف دوليا وربما يحلل جنسية أخرى لست متأكد من حصوله عليها لكن في نهاية الأمر ذكر الشخص المعتقل القوي بمعنى الذي لديه صوت عالي ولديه أكرام يدافعون عنهم صوت عالي وبالتالي هذا لا يعد نوع من أنواع حتى الإيجابية للحكومة الإنجليزية لكن هذه خباثة بمعنى الفرق بين الخباثة والذكاء هو الاستخدام الخير لأنه حينما يكون لديها عقلية جيدة وتستخدمها في الشر فهذا خبث وليس دهاء بالمعنى الإيجابي دهاء الذي يعصب لصالح مواطنيك أو إسرتك أو ما إلى ذلك الذي هو يتجنب الأخطار ويعظم المكاسب دون الإدرار بالآخرين وما إلى ذلك وبالتالي هذه ازدواجية يعني عرفت أين ترسل رسائلها ونعلم أن كثير من الحكومات الديكتاتورية في العالم العربي إنما هناك نوع من أنواع الفرح بها من قبل الحكومات الأجنبية ودائما ما أقول أن الديمقراطية الكاملة في العالم العربي ليست مصلحة غربية وليست مصلحة أمريكية يعني البعض يظن أنه حينما يكون هناك دمقراطية كاملة فإن هذا يعني فرح من السيستم الغربي لانتصار السيستم في العالم العربي هذا ليس صحيح لأن الديمقراطية في العالم العربي في بعض الأحيان أتت بأشخاص لا تناسبهم إذا كانت هي حكم الشعب للشعب وحرية اختيار الشعب لمن يحكمه كنوع من أنواع البروسيس أو العملية لاختيار من يمثل الناس بصورة دقيقة وصالحة وبالتالي هذه ازدواجية تقابلت في منتصف الطريق مع ديكتاتورية وهذا هو التزاوج الذي يؤخر العالم العربي العالم العربي لا يؤخره اليسريين ولا الإسلاميين ولا المواطنين العاديين الذين تزوجون وانجبون الذي يؤخر العالم العربي بشكل كبير هو الازدواجية النفاق لدى الجلوبال نورث أو العالم الشمالي الذي يتمتع بالثروة والسلطة بعد نتيجة التعمار طويلة والحكام الديكتاتوريين الذين قبلوا أن يستخدموا شعوبهم كورقة للمساومة والضغط أو يقدموا أنفسهم مكلاء للمصالح العربية أو حتى الشرقية حتى لو كانت مصالح روسيا في الحالة السورية ولكن يقدموا أنفسهم القوي لا أريد أن أحصر المسألة في الغرب لأن مسألة الشرق والغرب هذه مسألة سخيفة بالنسبة لي لكن هي مسألة القوي والضعيف من يثق في نفسه ومن لديه شخصية مهتزة وما إلا ذلك وبالتالي هي نقطة التقافي المنتصف وليست أكثر منها ازدواجية وأكثر منها ديكتاتورية هما يريدون بعضهم البعض على حساب هذه الشعوب التي تستخدمها إما عمال رخصين أو ماركت كبير للبايع وتجربة البطائع فيهم لكن لا ينظر إليهم بوصفهم كامل الأهلية يستحق أن يختاروا من يحكمهم دون ديكتاتورية أو دون وصالنا الخارج شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي كنت ضيفي عبر سكايب حلقتنا مستمرة بعد الفصل تابعونا في قانون جديد في مصر اسمه قانون الإجراءات الجنائية الحقيقة في مشاكل كبيرة جدا عملها القانون ده مع نقابة الصحفيين مع محامين مع رجال قانون مع نشطاء مع سياسيين مع الدنيا كلها لكن واضح أن النظام مبسوط بي جدا وسعيد بي جدا ومصمم أنه يمشي في هذا المصار إلى آخره اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أقرت قانون الإجراءات الجنائية وسط رفض واسع الخبر بيقول أن لجنة شؤون التشريعية وفقت نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللي عدته الحكومة المصرية واللي تجاهلت فيه كل الانتقادات الموجهة إلى مواده من قبل نقابة المحامين المصرية ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني نجاد للبرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وهو حقوقي بارز قال أن منظمات حقوق الإنسان في مصر لن تصمت إذا أتمرير قانون الإجراءات الجنائية وسوف تفضح الانتهاكات التي تضمنتها مواده مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية لم يطرح للنقاش في جلسات الحوار الوطن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أيضا أصدرت بيانا مشتركا بعنوان اسحبوا قانون تقنين الباطل أوقفوا قانون الإجراءات الجنائية الجديد اتهمت منظمات عدة لجنة التشريعية في البرلمان المصري بتمرير مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية أقل ما يقال عنه أنه كارثي ويضع العسل السم في العسل وات ذلك في بيانا مشترك أصدرته مؤسسة قضايا المرأة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية مؤسسة حرية الفكر والتعبير والاشتراكيين الثوريين وقالوا أن القانون ده أهضر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة ألغى الفصل بين السلطات شطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه نسف دور المحامي في الدفاع عن المتهم هدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدال قالوا كمان أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني باعتباره التطبيق العملي والحافظ الإجرائي للحقوق والحريات الواردة في الدستور ويقر الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند أداء واجبات وظائفهم من أجل تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ قانون وبين حريات وحقوق المواطنين المنظمات دعت في بيانها إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والنقابات والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة ومن ينضم إليه من المواطنين بهدف الدفاع عن مطلب وحيد يتمثل في سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته داخل البرلمان نشطاء كتير الحياة تفعلوا مع الموضوع وحملة توقيعات كانت موجودة شارك فيها عشرات بل مئات الرموز الصحفية والحقوقية والسياسية ومن بينهم مهينور المصري اللي كتبت على تويتر قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنظام استعجل عليه هو تتويج لمسيرة السيسي النظام السيسي في تقنين الانتهاكات وهو جوهرة تاج عشر سنين من إهدار العدالة قانون معمول عشان الدولة تواجه غضب الشارع من سياستها الاقتصادية بقمع مقن مصراوي نقلوا أن نادي القضاء كمان يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد طب جماعة مين اللي موافق لما نادي القضاء كمان معترض أعلن نادي القضاء اعتراضه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقالوا أن التعديلات ديها تؤثر سلبا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القضي عن فرض النظام ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونزارة العدل شاركوا نادي القضاء نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع لكن الحقيقة بقى الماستر سيم بتاع القصة كلها واللقطة بقى الأبرز هو السجال اللي حصل ما بين لجنة تشريعية ونقيب الصحفيين الأستاذ المحترم والزميل خالد البلشي اللجنة التشريعية قررت أنها تهجم على خالد البلشي لأنه انتقد القانون الجديد اللي هما أقرروا واستخدموا مصطلح هنقرأ مع بعض دلوقتي اسمه التسطر خلف جدار الحرية أو التسطر خلف جدار حرية الرأي هنحاول نفهم الجماعة عايزين ايه تعالوا نشوف مع بعض تشريعية النواب تنتقد نقيب الصحفيين حول الإجراءات الجنائية لن نقف مكتوف الأيدي أمام الدعاءات مغرضة انتقدوا كلمة نقيب الصحفيين حول القانون انتقدوا إعلان النقابة بتاعة الصحفيين ربضها للقانون وطلعت بيان قالت فيه لجنة تشريعية إنها لا طالما احترمت حرية الرأي والتعبير إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدعاءات المغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة حتى ولو صدرت من أناس يتسطرون خلف جدار حرية الرأي أستاذ خالد البلشي مستخبي خلف جدار حرية الرأي تقريبا وإحنا مش واخدين بالنا فالحيانة عايزة أقول بس للجنة الغريبة دي إن احنا كلنا والله بنتسطر خلف جدار حرية الرأي وخالي أستاذ خالد لو سمحت واسع كده واخدنا جنبك لأنه هتلاقي كل الناس اللي خلف جدار حرية الرأي دول يا إما متسطرين خلف جدار حرية الرأي يا إما موجودين في المعتقل عشان بيدفع الحرية الرأي يا إما برى البلد عشان بيمرسوا حرية الرأي نيابة عن الناس المتسطرين خلف جدار حرية الرأي أو المحبوسين بسبب حرية الرأي يا نظام مهزأ يا لجنة تشريعية منحطة ايه يا جماعة ده الراجل بيعبر عن رأيه في قانون مؤسسات دولة ايه اللي بيهددها جدار حريت رأي ايه اللي متستر وراء ما تحترموا نفسوكو يا اخوانا ما تحترموا نفسوكو والله حقيقي يعني نقيب الصحفيين لو ما قالش رأيه مين هيقول مدير المخابرات العامة نقيب الصحفيين لو ما عبرش عن رأيه مين هيعبر ها مين هيعبر والله يقول لي كده مين وزير الداخلية مدير القطاع الامن الوطني نقيب الصحفيين يا اخوانا صحفي ونقيب للصحفيين وكمان خالد البلشي يعني فوق كل ده هو خالد البلشي بما له من تاريخ محترم في الصحافة وفي الدفاع عن زميله ومش في التسطر خالد البلشي مش بيتسطر خلف جدر خالد البلشي بيتكلم عن حرية التعبير من اليوم الاول من قبل ما يبقى في النقابة كنقيب او عضو مجلس او قبله خالد البلشي نموذج لصحفي بيحترم المهنة وبيمارسها بقيمها ومبادئها وبيحافظ على هذه القيم والمبادئ وبيدفع عن زميله ده خالد البلشي اللي الناس كلها من كل الطيرات بتشهد له بنفس الشهادة راجل صحفي نموذج محترم فلما تطلع انت يا لجنة تشريعية تهاجم خالد البلشي كشخص بعيدا عن نقابة الصحفيين فطبيعا ان الناس هتوقف مع خالد لانه زي ما قلتلك خالد نموذج محترم يتمنى اي صحفي نقابي انه يبقى زي خالد البلشي يعني فعلا بيرجع كده تاريخ النقابة الصحفيين فعلا ودورها وانها بتتصدى للمشهد وبيتدفع عن حرية الرأي وبيطالب بالافراج عن زمائل المعتقلين وا 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 فده خالد لوحده من غير نقابة الصحفيين فتخيل بقى لما يبقى الصحفي ده هو نقيب الصحفيين فتطلع له لجنة التشريعات وقال له انت بتتسطر خلف جدار حرية الرأي طبعا عايز اقول لكم ان كلمة جدار حرية الرأي او جدار الحرية ده ترند على تويتر وفيسبوك بقاله ساعتين ثلاثة الناس كلها دلاتي صحفيين ونشطاء بيضموا على خالد بيتسطروا معاه خلف جدار حرية الرأي والتعبير لانه مزعى للجنة التشريعية طيب بيقولوا كمان في البيانة المصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الاول الرأي العام امانة في اعناقنا لن نسمح بالتلاعب او تضليله تحت اي مسمى الحرية ليست حق مطلق دون ضوابط عندما تستخدم للاضرار بمصلحة المجتمع وتسيس القضايا يصبح من واجبنا التدخل لحمايته وقالوا ان كلمة نقيب الصحفيين افتقرت للدقة اعتمدت على مغالطات فجة وهذا النوع من الخطاب يعمد الى تضليل الرأي العام وانه الكلام ده لا يخدم مصلحة الحوار البناء ويعزز مناخ التشكيك طبعا الباحث عمار علي حسن رد على الكلام ده مباشرة وقال انه اخطر ما ورد في هجوم مجلس النواب على نقيب الصحفيين بعد البيان اللي قالوا انه المجلس بيفترض شكلا انه بيمثل الشعب يتصرف وكأنه فوق الملاحظة والنقد والمؤاخدة الاخطر انه يتهم من يختلف معه بانه يعمل على اثارة الناس وهذا اتهام طالما فتح الباب لرمي بعض الشخصيات العامة بنقص في الوطني طبعا زي ما قلتلكم كان في حالة تضامن كبيرة جدا مع خالد البلشي لانه الحقيقة يستحق التضامن لكن انا عايز اروح لبعض كوارث قانون الاجراءات الجنائية قبل ما ارحب به ضيفي عشان نعرف رأيه في السجال اللي حاصل بين نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها واللجنة التشريعية في مجلس النواب احنا بنتكلم على مجموعة من الالغام في القانون ده جماعة الحقيقة اول حاجة انه اجاز من خلال مدة 69 لعضو النيابة العامة انه يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية وكلائهم متى رأى ضرورة في ذلك انه يكون له في حالة الاستعجال ان يباشر بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع منحهم الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات انه منح القانون الحق للقضاء في معقبة المحامين او الصحفيين او المواطنين في حال النشر عن القضايا دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي بالنشر اخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي بما يتنافى مع اعتبارات العدالة المدى 242 من المشروع بتنص على اذا وقع من المحامي اثناء اداء واجبه في الجلسة ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام او ما يستدعي مؤخذته جنائيا يحرر الرئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة ان تحيل المحامي لنيابة العامة للتحقيق وكمان منح سلطة التحقيق لضباط الشرطة ان ضباط الشرطة يتوكلوا على الله ويحققوا مباشرة طيب عن اللي بيحصل في هذا القانون عن اللغة اللي حاصل عن المعركة مع خالد البلشي عن التسطر خلف جدار الحرية اللي يبدو انها تهمة جديدة ورحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ قدب العربي الكاتب الصحفي المصري أستاذ قدب أهلا بك أهلا بك دكرة أستاذ المشاهدين ما رأيك في هذه العبارة أستاذ قدب يعني بيتهم خالد البلشي أنه بيتسطر خلف جدار الحرية ويلا أهم يعني ما أعظمها من تهمة أنه يتسطر خلف جدار الحرية حد يلاقي جدار يعني للحرية يتسطر خلفه لكن طبعا هو المقصود هو الطعن في خالد البلشي من قبل مجموعة من النواب هو الحقيقة الطعن هنا مش من النواب نفسهم عشان نضع الأمور في نصابها الصحيح نحن نتحدث عن جهة أمنية في الدولة هي التي فتحت الباب النار على خالد البلشي ومستغلة أو حركت هذه الدومة في مجلس النواب هم اللي أتوا بهم إلى هذا المجلس كما يعرف الجميع أنه هذا المجلس طبخ في مطابق الأجهزة الأمنية وكل واحد يعني مش جاي بأصوات شعبية ده هو جاي وفقا لترتيبه في الرصة القائمة اللي عملوها وبالتالي هم أصدروا إليهم التوجيهات الآن ليطلقوا النيران على خالد البلشي وخالد البلشي تحديدا يعني خلي بالك أنه مثلا المعارضة للقانون ده نقابة المحامين داخلها على القط المنظمات الحقوقية بتعارض الأحزاب السياسية بتعارض لكن هم استادوا خالد البلشي تحديدا يعني ليعزلوه وليسهل تحقيق انتصار عليه وليجعلوه عبرة لغيره لكن الحقيقة العملية تقلبت عليهم لأننا الحقيقة شفنا على مدار اليوم يعني مظاهرة دعم وتأييد وتضامن مع خالد البلشي والغريب فيها دكتور سامة إنها جاية من أقصى اليمين لأقصى اليسار بما فيها شخصيات صحفيين من الدولة جاءت من أبناء النظام اللي جاء بتاعت النظام نفسهم وأبواق النظام يعني واحد زي أحمد الطهري مثلا واحد زي يعني آخرين يعني أنا شفت الحقيقة أكثر من اسم من الأسماء اللي هي محسوب قصوة الخلاني مثلا أيضا من ضمن اللي عمل بيان عظيم يعني دفاعا عن خالد البلشي وده يديك مؤشر يعني لها المعركة متاسعة وإن حالة الخوف من القانون بتشمل الجميع الآن الجميع في مصر هو مشروع متهم كل واحد من المصريين الآن أعمل حسابه أنه هو هيجي عليه الدور وهيتاخد ويروح يتعرض على المياه لو سألتك سؤال وكل ما هي الضمانات هو إعلقة الصحافة بالقانون ده يعني ليه خالد تصدر المشهد وليه نقابة الصحفيين دخلت على الخط هو في حاجتين فيه جزء يخص الصحفيين اللي هو مسألة علنية وسرية الجلسات ومنع الصحفيين من المشه إلا بإذن مسبق مع أن الدستور والقوانين المفروض الأصل في الجلسات المحاكم هو العلنية هو أنها تكون جلسات عامة ما لم يصدر القاضي أمرا عكس ذلك هو مسبب يعني أنه يكون فيها أمور مسة بالأمن العام الأمن القومي أو ما إلى ذلك فالقاضي يصدر أمور أن الجلسة ستبقى جلسة سرية ويقول أن السبب كذا لغير كده الأصل أن الجلسات مفتوحة للإعلام ينشر بدون إذن مسبق ففيه جزء يخص الصحفيين نفسهم وفيه جزء آخر الجزء العام اللي هو يخص كل المصريين وبما فيهم الصحفيين يعني أنا أتكلم عن الضمانات اللي هي هذا القانون جاء لينتقصها الضمانات المحاكمة والتحقيق العادل مع المتهمين وهو الصحفيين هم من أكثر الفئات اللي بتتعرض لهذا الآن يعني الصحفيين عدد كبير منهم موجود رهن الحبس الاحتياطي يعني هم نفسهم تعرضوا لهذه الانتهاكات اللي موجودة في القانون الحالي واللي هتيجي عليها مزيد من الانتهاكات في التعديلات الجديدة وبالتالي هو دخل معركة وطنية دفاعا عن الوطن ككل وبجزء من نوع الصحفيين لكن من قبل الصحفيين طول عمرها كانت الحابة تدخل في هذه القضايا الوطنية الكبيرة يمكن جات عليها فترة السوداء يعني اللي كان فيها ضيارة شواء النقيب للصحفيين عقب الانقلاب العسكري واللي حول النقابة إلى مقبرة بالمعنى الحرفي مكفنة بأكفان من الخيش والحديد واللي هي تمنى حتى وتعوق الدخول إليها حتى بلا أعضاءها نفسهم أعضاء نقابة الصحفيين وما يقدرواش يعودوا فيها ما يلقوش مكان استراحة داخلها لأنه منع الاستراحات كلها حولها إلى أكشاج داخل النقابة علشان ما يبقاش فيه أي مكان يلتقي فيه الصحفيين لأنه كانت بتمثل لهم بعبع باستمرار نقابة الصحفيين لأن جاء خالد البلشي وأزال هذه الأكفان على النقابة وأزال هذا الحديد اللي كان موجود على وجهات النقابة وعاد الحياة والحيوية إلى النقابة مرضة أخرى وبالتالي أصبح رقبة أو رأس خالد البلشي نفسه مطلوبة الآن ويصوب عليه هو شخصيا النقد والهجوم ولا أحد يتحدث عن نقابة المحامين رغم أن نقابة المحامين أيضا قامت بذور جيد في مواجهة القانون ورغم أنه عديد من الأحزاب السياسية أيضا اعترضت على هذا القانون ورغم أن العديد من المنظمات الفقوقية أيضا اعترضت على هذا القانون لكن هم حابين بس أنهم يعزلوا خالد البلشي الوحد علشان يقدروا يحققوا انتصار من خلاله وبالتالي يقدموا عبرة للغيوب لكن زي ما قلت يعني انقلب السحر على الساحر بهذه المظاهرة التضامنية الكبيرة مع خالد البلشي اللي تشمل يعني أطياف الصحفيين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بيان اللجنة التشرعية أصوص قب الحقيقة مش بس بيتكلم على خطاب خالد من ناحية فنية إنه انتقط بعض المواد بشكل ده أو تسطر خلف جدار الحرية لا هو البيان ويكأنه بيتحدث عن أحد الإرهابيين يعني الإخلال بالسلم العام والبلبلة وتهديد مؤسسات الدولة وأنه هو تهييج الرأي العام اللي هي التهم المعلبة اللي عشرات الألاف من المصريين قاعدين في السجن بقالهم عشر سنين دلوقتي بسببها هل دي النتيجة اللي هم عايزين يوصلوا لها إن خالد يتم وصمه بهذه الطريقة هم عايزين يصلوا إلى هذه النتيجة مستغلين طبعاً إنه خالد البلشي يعني يسالي معروف وبالتالي يسهل يعني اتهامه بهذه الاتهامات وفقاً للمصدرة بتاعتهم يعني وفقاً ل يعني فهمهم هم إنه طالما إنه سياسي وبيمارس يتعاطى العمل السياسي فيبقى نقدر نقول عليه رهابي نقدر نقول عليه دعم للرهاب نقدر نقول عليه أي حاجة والناس هم متصورين للناس هتصدق يعني زي ما كانت تصدق قبل كده في ظل حالة التغييب وتلويس الوعي اللي حصلت في السنوات الماضية لكن الحقيقة إنه اللي حصل وضد الفعل اللي حصلت حتى الآن بتقول عكس كده تماماً إنه خالد لديه حاضنة صحفية واسعة جداً وغير الحاضنة الصحفية أيضاً حاضنة نقابية من نقابات الأخرى حاضنة شعبية يعني كمان حتى الناس نفسها العاديين متعلقين الآن بخالد البلشي إنه هو اللي بيقود المعركة دفاعاً عن الشعب كله وليس فقط عن الصحفين هو الصحفين كان فيه مادة أو فيه مادتين كانوا بخص الصحفيين مادة منهم بالفعل غيروها يعني اللجنة التشريعية غيرتها إرضاءاً لنقابات الصحفين وكانوا متصورين ويمكن ده أحد الأسباب اللي مخليهاهم محتقنين جداً من خالد البلشي إنه هم بيعتبروا نفسهم إنه هم أدموله يعني شيء أدموله معروف أو أدموله جميل وكان مفروض يعني إنه هو يحفظ هذا الجميل ويسكت ويرتضي بكده لكن لسه فيه مادة أخرى في النغاية تخص الصحفيين والأهم من ده إنه زي ما بيقول خالد البلشي إنه إحنا كصحفيين ما نقدرش نشتغل أصلاً في جو من الاختناق السياسي والانسداد السياسي بشكل عام وذلك دي قضية وطنية إحنا جزء منه حملة التضامن اللي حصلت معاه من أقصى اليمين لأقصى اليسار زي ما تفضلت ده مؤشر يعني خطر للنظام يخليهم يزودوا في الحملة اللي ضد خالد ولا لا الحملة دي والتضامن الكبير ده حتى زي ما قلت إنه فيه ناس من جوة النظام يعني تضامنوا مع خالد البلشي ممكن يخليهم يجيبوا خطوة وراء أعتقد إنه هم هم قفلوا الموضوع خلاص يعني مجلس النواب النعارضة أصر بيان إنه خلاص اللجنة التشريعية ختمت نقاشاتها للمشروع مبارح الأربع وأصبح المشروع بالنسبة لللجنة انتهي ودور الآن الدور عند مجلس النواب الآن وهيبقى فيه جولة طبعا أخرى من النقاش والاعتراضات داخل مجلس النواب نفسه وهنا هيبقى الاعتماد على بعض النواب اللي موجودين في البرلمان اللي هم عندهم أراء يعني قد تكون فيها قدر من الاستقلالية هنشوف النظام هيتعامل لذي لأنه كمان النظام داخل على شهر يناير اللي جاي عنده هي المراجعة الدورية أو المتابعة للمراجعة الدورية للملف المصري في حول إنسان في جينيب وهو كان بيعمل القانون ده يعني كان يأمل منه أنه هو هيبقى رايح في إيده صيد سمينة أو في إيده حاجة كبيرة يقدمها لمجلس حول إنسان أننا عملنا إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان طبعا هم دخلوا الإصلاحات الخاصة بالحبس الاحتياطي هم جزء من القانون الإجراءات الجنائية ودول اللي هم عملوا عليهم شو كبير الأول على أنه ده يعني استجابة للرأي العام وللحوار الوطني وما إلى ذلك والتعديلات دي شكلية حواء كويسة لكن هو المشكلة فيها في غياب الإرادة في التنفيذ لأنه زي بقى القالد البلشي إحنا يكفينا القانون الحالي اللي هو بيقول مدة الحبس الاحتياطي المدة القصوى سنتين بس نفذوا السنتين لأنه لو نفذوا السنتين أنا عندي 16 صاحة فيها يخرجوا مباشرة الآن بدون أي تدخل وبدون أي وصالة اللي هم أمضوا الفترة السنتين أو يزيد بعضهم أمضوا خمس وست سنوات وسبع سنوات في الحبس الاحتياطي فهذا هنشوف النظام يتعامل إزاي لأنه فعلا عنده تحدي داخل على شهر يناير على الأمم المتحدة والكلام اللي تقال ده كله فيه جهات دولية بترصده كل الانتقادات والحملة والانتفاضة اللي حصلت من نقاط الصحفيين نقاط المحامين المنظمات الحقوقية الأحزاب السياسية كل ده مرصود ولأنه التقرير اللي عملته نقابة الصحفيين وأعلنته في مؤتمر صحفي على لسان خالد البلشي وده تقرير عدد من كبار الرجال القانون والمحامين في مصر هم اللي عدوا هذه الملاحظات عملوا مذكرة وخالد ألها في المؤتمر الصحفي ألمتهم كثيرا لأنه أنت بتكلم هنا بنصوص بشكل واضح 40 مادة بتخالف الدستور 41 مادة مش عارب فيها عوار كذا يعني كلام بأرقام بالنصوص بمواد محددة وبمخلفات محددة الدستور نفسه اللي أقسم هؤلاء النواب على احترامه اللي أقسم رأس النظام على احترامه كلهم أقسموا على احترامه واللي هو المفروض الدستور اللي بيحكم العمل التشريع والعمل السياسي في مصر إذن النظام نفسه هيكون في ورطة وهو رايح على الأمم المتحدة في يناير القادم هنشوف هيتعامل ازاي لأنه احنا برضو أمام نظام يعني هو بيؤصل ويشارع للاستبداد عبر نصوص قانونية يعني تفرغ الدستور من مضمونه لكن هنشوف كيف سيكون الرد يعني خلال جلسات المجلس نفسه والجلسات العامة للبرلمان شكرك شكرا جزيلا نفسه قد العربي الكاتب الصحفي كنت ضيفي عبر سكايب امبرح كلمت حضراتكو عن موضوع منجم السكري واللي حصل وقصة البيع والشركة اللي اشترت من شركة تانية وتصريحات مصطفى مدبولي انه اذا صحت الاخبار وانه وزارة البترول هتروح تدور وتسأل بعد ما خلصنا الحلقة وزير البترول كريم بدوي اصدر بيان تحدث فيه عن تفاصيل الصفقة وعن ان حصة الحكومة المصرية لم تمس ولن تمس في منجم السكري وان هناك شركة اسمها سنتامين بعت حصتها بالكامل لشركة اخرى اسمها انجلو جولد اشانتي وانه بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994 فالحكومة المصرية لا حق لها في انها تعترض او تعمل اي حاجة او انها يعني ياخد رأيها او ما ياخدوش في مادة في القانون ده بتنظم القصة دي بشكل او باخر مصطفى مدبولي تكلم مبارح الخبر اللي نقلته صحف كثيرة منها موقع العربية السعودي انه حصة مصر في منجم السكري مش هتتغير وانه القصة كلها يعني هتبان الفترة الجاية وانه في شروطها تتيح لمصر زيادة حصتها من المنجم طيب قررنا الحقيقة في الفقرة دي بعد ما عرفنا انه خلاص يا جماعة مصر ما باعتش حصتها وانه سنت مين باعت لانجلو جولد اشانتي مبارح طرحت سؤال وقلت يا جماعة الخير حد يقول لنا هل في اي شروط منظمة او حاكمة لفكرة ان مستثمر اجنبي يبيع لحد تاني من غير اذن الحكومة طب هل الحكومة بتوافق هل الحكومة بتعترض هل الحكومة بتنسى هل الحكومة بتقول رأي ما بتقولش رأي طب لو الشركة دي استرالية جابت شركة اسرائيلية عادي طب لو الشركة دي جابت شركة اماراتية عادي طب يا اخوان طب بكرة مثلا لقينا شركة انجلو عشانتي جابت شركة من اثيوبيا واحنا متخانقين مع اثيوبيا عادي يا جماعة ولا لا حاولنا نوصل لاجابة كريم بدأ ويزير البترول مبارح قالك فيما يخص الصفقة دي فاحنا ملناش دعم لانه في قانون اكتشفنا ان في قانون لوحده منظم للاستثمار في منجم السكري اللي هو القانون 222 لسنة 94 قانون باين 123 صفحة الزملاء كانوا بيقولوا لي النهاردة حاجة يعني تحسوا دستور زي ما كان يعني زملنا بيقول لي النهاردة الصبح بيقول لي ده باشا ده دستور 123 صفحة حاجة كده يعني كبيرة جدا خاصة بمنجم السكري تعالوا نشوف مجموعة من المعلومات المهمة عن قصة الدهب في مصر ايه المناجم اللي عندنا مين اللي بيسيطر عليها احنا حصتنا كام حصة الشركات الاخرى كام هل الشركات ممكن تبيع لي اي حد ولا لا اسئلة كتيرة جدا نحاول نجاوب عليها مع بعض نبدأ بمنجم السكري اللي هو يعتبر الاكبر والاكثر انتاجا واللي بتديره دلوقتي شركة انجلو جولد اشانتي بالشراكة مع الحكومة المصرية بينتج من 450 ل 500 الف اوقية من الذهب سنويا ويقع في منطقة جبل السكري في الصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلو جنوب مرسى عالم وهو من اكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياط والانتاج وده وفقا لبيانات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية طيب الحكومة المصرية بتقبط كام او بتطلع ارباح كام من منجم السكري نشوف كده اخر 4-5 سنين 2019 كان 107 مليون دولار 2020 199 مليون دولار 2021 كان 97 مليون دولار 2022 كان 59 مليون دولار و2023 ارتفع 139 مليون دولار دي بيانات شركة سانتامين اللي هي كانت بتدير تقريبا 47-49% من المنجم بتاع السكري طيب ده بالنسبة للارباح عندنا مناجم تانية عندنا منجم اسمه ايقاط ايه منجم ايقاط ده انتوا تطلعوا صور يا جماعة ولا هفضل انا اكلم الناس طيب مش مشكلة خلاص خلينا نكمل بص سيني نعرى من الورقة مع بعض ما انا اكيد مش حافظ كل الكلام ده منجم ايقاط ده وفقا لصحيفة الطاقة والسفير العربي تم اكتشافه عام 2020 في صحراء مصر الشرقي في عام 2021 تأسست شركة ايقاط لمناجم الذهب لادارة وتنمية المنطقة تخضع ايقاط لامتياز شركة شلاتين المصرية اللي هي بتاعت الجيش او اللي الجيش واحد فيها نسبة كبيرة المنجم ده بيملك احتياطي قدره مليون واثنين من عشر اونصة من الذهب وفق تقديرات وزارة الاستثمار ان استثمارات المنجم ده هتكسر حجز المليار دولار في عشر سنين اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في 21 مارس 23 السنة اللي فاتت ان هم بدأوا تجارب تشغيل الانتاج التجاري للذهب من منجم ايقاط بعدين عندنا منجم اسمه حمش يارب اكون بقرأه صح يعني حمش ايه بتتقرى حمش بس اكيد ما اسموش حمش يعني فخلينا نقول ان هو منجم حمش وفقا لجريدة الاخبار المصرية اخبار اليوم هو منجم دهب فرعوني بيقع على بعد 100 كيلو غرب مدينة مرصى عالم بيدار بواسطة شركة حمش لمناجم الذهب مناصفة برضو بالنص مع شركة اسمها ماتز هولدنجز ليميتد القبرصية الشركة بتاعة حمش للذهب دي خاضعة للهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدنية فاحنا هنا برضو عندنا منجم تاني مهم نص ونص فيه مستثمر اجنبي ممكن يبيع لأي حد واحنا معرفش لنا فيه ولا ملناش فيه الشركة نجحت في انتاج اول سبيكة تجربية بعد توقف خمسين عام في ابريل الماضي وفي شهر ابريل 2007 وفي شهر نوفمبر 2008 قامت بانتاج اول سبيكة وزنها ستة ونص كيلو جرام وبيستخدم فيه طريقة رش الكومة لاستخراج الذهب عندنا منجم تاني كمان اسمه منجم ابو مروات ده برضو احد المناجم المهمة في مصر وفقا للدستور والجمهور وروسيا اليوم بيغطي مساحة 447 كم مربع فيه رواسب من الذهب والنحاس بجودة عالية رواسب الحمامة ورودروين المكتشفة في ديسمبر 2017 شركة اتون ريسورسز الكندية حصلت على امتياز التعدين في المنطقة عام 2007 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية وبدأت عمليات التعدين في ابو مروات عام 2009 عندنا منجم كمان اسمه منجم الفواخير ده وفقا للمصر اليوم بيقع في الصحراء الشرقية في البحر الاحمر وبيدار بوسطة شركة روسية اسمها SMW Gold بالتشارك مع الحكومة المصرية فاحنا يا جماعة الخير عندنا كمان منجم اسمه وادي كريم ووادي حضين والمنجم الجاي ده فيه مفاجأة لطيفة بدأت شركة ثاني دبي الامارات للموارد الطبيعية والتعدين اللي كنت بحكي لكم عليها مبارح عن اللي عاملة شراكة مع أنجلو جولد أشانتي عمليات التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية في 2007 تنازل الشركة عن امتياز التنقيب في وادي كريم في 2016 وواصلة العمل في وادي حضين وبعض الدهابة بيقولوا أنه هم بيوردوا كميات غير معلن عنها من الذهب للامارات عبر تجار غير رسميين فاحنا عندنا مشاكل في موضوع المناجم واضح أن احنا مش بنسيطر على كل الذهب بتاعنا واضح أن احنا معظم المناجم دي فيها شراكة مع شركات أجنبية وين السؤال يا جماعة الشراكة مع الشركات الأجنبية دي بتجيب أي حد ولا أنتو فيه يعني إجراءات ده اللي محدش بيجاوب علينا فيه مصريين الحياة ليهم علاقة يعني لطيفة جدا مع موضوع الذهب تعالوا نشوف بعض المعلومات عن موضوع الذهب اللي احنا مش مسيطرين عليه كله طيب مصريين لجأوا للدخار في الدهب مع استمرار تظاهر قيمة الجنيه أنفقوا تقريبا مليار دولار على الدهب في الربع الأول من 23 بزيادة 34% عن العام السابق ده وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي فالمسؤولين تقريبا اتضايقوا أن المصريين بيستثمروا في الدهب فقاموا في شهر مايو 23 اقترحوا فرض رسوم على السبائك لزيادة كلفتها ودعم صناعة المجهولات الدهبية وفقا لشعبة الدهب فشراء السبائك من أكتوبر 22 لأبريل 23 وصل 80% من إجمال المعاملات في السوق المحلي طيب نروح لمجموعة من المعلومات الأخرى عن البيع في موضوع بيع الدهب قطاع الدهب للبيع لأنه دي نقطة المفصلية في القصة في موضوع القوانين اللي احنا بنتكلم عنه نشوف مع بعض كده وفقا لبيانات لوزارة البترول وتقارير نشرت في موقع العربية عندنا قانون اسمه أو رقمه القانون 145 لسنة 2009 بينظم عقد الصفقات ومنح التراخيص للشركات 2019 آسف عقد الصفقات ومنح التراخيص للشركات الاستثمارية اللي بترغب في الاستحواذ على المناجم بشرط موافقة وزارة الدفاع آدي شرطه موافقة وزارة الدفاع لتنفيذ العقود والاتفاقات طب يا جماعة منجم السكري قالك لا السكري ليه قانون 222 لسنة 94 طب دلوقتي أنا عندي قانون رقم 145 لسنة 2019 وأنا هنا بطرح سؤال أتمنى الجماعة في وزارة البترول يردوا علينا في قانون 145 لسنة 2019 بيقولك إنه منح التراخيص والصفقات والكلام ده كله لازم يحصل بشرط موافقة وزارة الدفاع لتنفيذ العقود والاتفاقات طيب صفقة مبارح دخل في القانون ده ولا بينظمها القانون اللي قال عليه المهندس كريم بدوي اللي هو 222 لسنة 94 وإيه الفرق بين القانونين وليه المنجم السكري ليه قانون لوحده ومش داخل هنا وليه وزارة الدفاع ما بتوافقش على الصفقات اللي بتتعمل في منجم السكري دي كلها مجرد تساؤلات مجردة لا فيها تحليل ولا فيها رأي ولا فيها ترجيح سيناريو على سيناريو ما فيش أي حد أنا عندي قانونين وزير البترول قالهم وعندي قانونة هون كمان بينظم القصة بقولك وزارة الدفاع لازم توافق طيب وزارة الدفاع وفقة مبارح هتقول لي يا بشا موزير البترول قالك حلوة قوي أنا عزارة في العلاقة بين الاتنين يا جماعة حد يطلع يقول لنا العلاقة ما بين القانون 222 لسنة 94 والقانون 145 لسنة 2019 ووزارة الدفاع دورها إيه في الموافقة على صفقات منجم السكري طيب عندنا مجموعة من المعلومات برضو فكرة البيع المستثمرين اللي موجودين عندنا ودي لهواة البحث يعني ممكن تاخدوا أسماء الشركات دي واتدوروا عليها براحتكم القائرة طرحت في المزايدة العالمية الأولى للدهب في 2020 320 قطاع على مساحة 56 ألف كيلو متر مربع فازت 11 شركة بحقوق 82 قطاع بمساحة 14 ألف كيلو متر مربع تم تخصيص 31 قطاع لتمن شركات كويس وبعدين في فبراير 2021 عملوا مزايدة تانية أربع شركات بريطانية وكندية ومصرية فازوا باستغلال 17 قطاع عندنا الشركات الفائزة بالقطاعات شركة أك جولد استثمار 4 مليون دولار في 9 قطاعات ريد سي ريسورز 5.5 مليون في 5 قطاعات شمال أفريقيا للتعدين العبادي للتعدين ولوتس جولد وأخيراً دلوقتي عندنا أنجلو جولد أنجلو جولد فاحنا هنا جماعة عندنا مجموعة زي ما قلتلكو من التساؤلات اللي بنترحها عن بيع منجم السكري انتو طلعتم بارح نفيتوا القصة قلتوا ما بيعناش تمام أمين متشكرين جداً قلتوا الحكومة ملهاش دعوة بالصفقة اللي حصلت فاحنا سألنا حضراتكو يا جماعة الخير ماذا لو أي شركة من دي بعت لشركة إسرائيلية أو إثيوبية واللي احنا بيننا وبينهم مشاكل دلوقتي ده أمر عادي ولا لا طلعتوا قلتوا لنا لا ده في قانون منظم قلنا لكم حاضر بس لقنا قانون تاني بيقول أنه لا وزارة الدفاع لازم تاخدوا رأيها فهل وزارة الدفاع ليها دور في القصة ولا لا أتمنى حد يرد عليه بس الموضوع بكل بساطة في صحف صومالية صحيفة اسمها صومال جارديون والحقيقة هي المصدر الوحيد للخبر ده ونقلت عنها صحف كثيرة صومالية وإفريقية وعربية الخبر اللي هنقوله ده وهو إثيوبيا تسيطر على مطارات رئيسية في الصومال لوقف نقل القوات المصرية جوا الخبر تاني نقلا عن صحيفة اسمها الجارديون السومالية أو سومالي جارديون قامت القوات الإثيوبية بالاستلاء على مطارات رئيسية بمحافظة جده بولاية جوبالاند جنوب الصومال يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة لإيقاف النقل الجوي المحتمل للقوات المصرية إلى المنطقة والتي من المفترض أن تحل محل القوات الإثيوبية التي تدير عدة قواعد في ولايات جنوب الغرب وجوبالاند وهيرشبيلي وفقا لصحيفة الجارديون السومالية فإن هذه المطارات تعد النقاط الوحيدة للوصول إلى المدن في إقليم جده حيث تسيطر حركة الشباب الجهادية على الطرق الرئيسي بيتكلموا في التقرير أن الاتفاق الدفاعي كان أن مصر تنشر خمس تلاف جندي كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديد لدعم الاستقرار في الصومال وهتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي وهيكون فيه خمس تلاف جندي مصري آخر بموجب اتفاقية ثنائية طيب أنا عندي تصريحات متلفزة لوزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية قال مجموعة من المعلومات المهمة جدا جدا احنا تكلمنا الأيام اللي فاتت صحف كتيرة جدا ونقلنا عن صحفيين صوماليين ووكلات أنباء أن مصر لها قوات في الصومال خمس تلاف جندي مع قوات حفظ السلام بالمشاركة مع جيبوتي وفيه خمس تلاف جندي فيه مهمة مستقلة وبدأت الناس كلها تتكلم وطلع بعدها حذاء الأنظمة أحمد موسى قال أن مصر يتحرك في القطاط بحرية مع قطع بحرية تركية هيتحركوا مع بعض جميل جدا وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية قال الصومال طلقت إمدادات عسكرية من الذخائر والأسلحة من مصر ونتطلع للحصول على المزيد من الإمدادات العسكرية من جمهورية مصر العربية الخبر الجاي ده هو الخبر المهم إلى الآن لا توجد قوات عسكرية مصرية على الأراضي الصومالية ما فيش حد يا جماعة لكن نأمل في المستقبل القريب أن تكون هناك قوات تساعدنا في تدريب قوتنا وإعادة بناء جيشنا وهذا ما طلبناه من مصر بيقول أن مصر دي مش المرة الأولى اللي تساعدنا فيها ساعدتنا قبل كده في القتال مع إثيوبيا عام 1977 وأن الصومال طلبت من تركيا مساعدتها في إعادة بناء قوات البحرية الصومالية يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ملناش قوات للصراحة يعني الطائرات السي 130 اللي شفناها كانت واضح أنها بتنقل المساعدات يعني ما فيش جنود وصلوا يعني ما فيش قوات مصرية يعني الجيش المصري ما تحركش يعني مصر ما بعتتش عساك مين اللي بقول الكلام ده؟ وزير الدولة لشؤون الخارجية في دولة الصومال اللي إحنا عاملين معه اتفاق دفاع مشترك فهينا السؤال لو كلام سومال جارديان ده أو الجارديان السومالية صح يبقى إثيوبيا سبقتك بخطوة يبقى أنت هوشت وقلت أنا رايح وبعدت مساعدات وصورت الطائرات السي 130 في مقدشيو وبعدين ما بعدتش حاجة لسه أمت إثيوبيا رايحة مسيطرة على المطارات وأطع عليك الطريق وفقا لصحيفة الجارديان السومالية فلو أنت عايز تعمل ده مش هتعرف تعمله دلوقتي التقرير بتاع الصحيفة بيقول أنها أطعت الطريق على وصول القوات المصرية لأن ده المنافذ الوحيدة لوصول القوات المصرية وتحركها للأماكن المفوت تتواجد فيه فهل إثيوبيا هنا سبقتك بخطوة الحقيقة ده محتاجين تعليق منه عزيزي المصدر رقيع المستوى أرجوك احنا في انتظار تعليقك عن الموضوع ده احنا عايزين نعرف يا باشا انت بعتت ولا ما بعتش انت هتبعت ولا مش هتبعت إثيوبيا سيطرت على المطارات ولا ما سيطرتش على المطارات أرجوك حد يبلغ إخواننا في القائرة الإخبارية يصحوا القائم بأعمال مصدر رقيع المستوى يرقع لنا بيان ويوضح لنا حقيقة الأمر لأنه واضح أن مصر ما بعتتش حاجة يا جماعة واضح أنه ما فيش قوات مصرية في الصومان الصومان اللي بتقول ما وصلناش حاجة غير مساعدات عسكرية فمحتاجين حد يفهمنا إيه اللي بيحصل لكن مبارح أرض الصومال واضح أن أثيوبيا بتتحرك مع أرض الصومال بشكل مشترك أرض الصومال أغلقت المكتبة الثقافية المصرية وطالبت موظفيها بالرحيل وزير خارجية حكومة أرض الصومال عيسى كايد قال أن أغلقوا المكتبة الثقافية المصرية في العاصمة هرجيسة وبسبب مخاوف أمنية خطيرة وأختاروا الموظفين بمغادرة البلاد طيب تعالوا نشوف مع بعض إحنا وصلين لفين في صراع القرن الأفريقي ده إيه التطورات اللي حصلة دلوقتي عشان حضرتك تكون في الصورة وتتطمن على بلدك أو تقلق أنا مش لازم الكلام بتاعي دايما هتطمنك ممكن يكون اللي بيحصل الفترة اللي فاتت كان لعب لقطة من سيء الذكر في محاولة لكسب أي حاجة عند أي حد وفي الآخر طلع على الأرض في شيئة حاجة تعالوا تشوف مع بعض 9 سبتمبر أبي أحمد يتوعد بإذلال كل دولة تهدد سيادة بلاده 11 سبتمبر الجيش الإثيوبي يسيطر على مطارات رئيسية بمنطقة جيدو بالصومال 12 سبتمبر حكومة أرض الصومال غير المعترف بها تقرر إغلاق المكتبة الثقافية المصرية وتطلب من الموظفين المغادر إثيوبيا تاخد اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الفانو قرب الحدود مع السودان فدي المشكلة الأساسية دلوقتي إن احنا على الأرض واضح إن إثيوبيا سبقانة في الصومال وفقا للتقارير اللي احنا قرناه واضح إن انت بتهوش بعدت مساعدات وما بعدتش عساكر أمت إثيوبيا رايح أقفل المطارات عليك ومنعك إنك تبعت عساكر هتبعت عساكر إزاي؟ هو ده السؤال اللي أتمنى المصدر رقيع المستوى يرد علينا ويقول لنا بيان بكرة يوضح في حقيقة الأمر نفسي أعمل عدات كده على الشاشة مع الزملاء بعد تنازلي 3-2-1 بوم 15 سبتمبر يا جماعة عودة تخفيف الأحمال الكهرباء هتقطع تاني فاكر لما طلعنا قلنا الحكومة قالت ما فيش قطع نور تاني ما فيش ظلمة تاني والكلام ده كله لا إحنا خلاص بنقرب من 15 سبتمبر الموعد المنتظر والمرتقب بعد ما دحكوا عليك وغلوا الكهرباء بعد ما رفعوا أسعار شرايح الكهرباء بعد ما أول فطورة جات لك لما كنت بتدفع 500 دلوقتي بتدفع 2000 بتدفع 200 دلوقتي بتدفع 1500 بعد ما الناس برقت تسرخ من أول فطورة كهرباء بعد الزيادات الجديدة وعشموك أنهم خلاص مش هنقطع الكهرباء تاني لا 15 سبتمبر يبدو أن نقطع الكهرباء راجع مرة تانية طيب مين المفترض يطمننا في حاجة زي كده أكيد مش أنا يعني لو قلت لك بكرة الكهرباء تقطع أو ترجع مش المفترض أنك تصدقني أصلا ليه؟ لأنه أنا مش مسؤول في البلد البلد دي ليها مسؤولين وليها مصادر رسمية وليها ناس ثقات بناخد أخبارنا منهم ومن بين هؤلاء وظيفة المتحدث الرسمي بأي وزارة أو بأي حكومة مش كده ولا ليه؟ أو للرئاسة فده مصدر مش رقيع المستوى ده مصدر حقيقي ده مصدر على قدر المستوى مش كده؟ تعالوا نشوف المتحدث باسم وزارة البترول وهو بيقول لنا الكهرباء هتقطع ولا مش هتقطع؟ تعالوا نشوف هات واردة بقى وقعد أنت ومراتك والأولاد وشيل بقى من هايمين وشمال هتقطع؟ مش هتقطع لا أستطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أقنفي أنا مش عارف؟ لا أنا عارف أنا رايح فين؟ أنا راجع تاني شغل عمر دياب في الخلفية كده وبسط لأنه رحية المسؤولين مش عارفين يعني حضرتك لو مستني المصدر الرسمي يقول لك الكهرباء هتقطع أو لا فمتحدث وزارة البترول ما هوش عارف يقول لك لا أستطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أمان حضرتك مين اللي يؤكد أو ينفي يعني أنت المفترض عارف دلوقتي إحنا معنا غاز قده إنت عارف إحنا نتعقد على شحنات قده إنت عارف المحطات فيها غاز إمدارات غاز تكفي ولا لا إنت عارف هيجي لنا إمدارات ولا مش هيجي إنت عارف معاك فلوس ولا ما معاكش وبالتالي حضرتك اللي عارف مش أنا ولا حذاء الأنظمة اللي كان بيكلمك فكرة أستطيع أن أؤكد أو أنفي يعني نصرفها منين طيب يعني نفضل عادينا على أعصابنا وأول ما النور يقطع نعمل إيه نسرخ وأول ما يجي نزعق ولا نعمل إيه يعني مش فهم والله التصريح غريب قوي الجماعة دول بيشتغلوا إيه يا جماعة الجماعة دول شغالين إيه بيعمل يعني الراجل اللي فاندي ده بياخد مرتبه إيه عشان يطلع يعمل مداخلات يقول فيها أخبار صح ولا عشان يطلع يقولك أنا لا أؤكد ولا أنفي أصلا يمكن تيجي ويمكن ما الجيش أصلا عندها شعرة ساعة تروح وساعة تيجي إيه ده إيه ده الناس تعمل إيه طب يعني الناس ترتب نفسها أنها تقطع يا بيه والله يمكن طب نرتب نفسها أنها تيجي برضو يمكن أما درش وعيدك ما حضرق يا جماعة يا جماعة روح تعالجوا يا جماعة سيموا الناس في حالها بقى يعني كفاية كده يعني أنت خلاص قطعتوا الكارابة زودتوا أسعارها وقرفتوا الناس هتعمل إيه بقى والله مش عارفين يا جماعة يمكن أو يمكن لا فدول الناس دي المصادر الرسمية اللي عايزينك تسمعها الشرق بلومبرج بتقول حاجة خبر مصيبة زيادة مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بما يصل إلى 30% بوسي سيدي انتهت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز الحكومية من إعداد دراسة لزيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع في مصر بين 10% و30% حسب كل قطاع صناعي واستخدامه وفق مصدرين حكوميين اتكلموا مع الشرق وقالوا لهم الله يسطر عرضكم وما تجيبوش اسمنا ما عرفش ليه برضو مصادر بتتكلم في حاجة زي كده ليه مستخبية مش عارف أحد الأشخاص قال ان الدراسة هتقدمها الشركة رياسة الوزراء قامت باستثناء المصانع المتعاقدة مع إيجاز على شراء الغاز الطبيعي وفقا لمعادلة سعرية متغيرة قالوا ان احنا المحاولات دي بتأتي بعد ان تحولت مجددا مصر الى مستورد للغاز الطبيعي وخلها تستورد 21 شحنة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر الحالي والمصدر اللي اتكلم مع الشرق بلومبرج قال ان الدراسة شاملت تحديد تكلفة المليون وحدة حرارية عند 6 دولار وفقا لمعدلات الانتاج طيب انا هنا عايز اسأل سؤال لما انت هتغلي الغاز اللي رايح من محطات الغاز لمحطات الكهرباء ده معنى ايه معنى ان مديونية وزارة الكهرباء هتزيد لان مش هتعرف توفي الالتزامات مش هتعرف تدفعلك ده اصلا مش عارفة تدفع في العادي طيب لما ده هيحصل ده معنى ايه معنى ان الحكومة هتطلع تسرخ تقول لنا وزارة البترول ولا وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول والدنيا صعبة جدا ويعني لله يا محسنين فتطلع انت تقول لهم يا جماعة بنعمل لكم ايه احنا مضطرين نزود اسعار الكهرباء او نقطعها في يوم طلع لك سيء الذكر من الدرج ويقول لك ايه ماهنا عشان ابطل قطعها لازم اغليها تقول له ما انت مغليها لسه في اغسطس يقول لك لا ماهو ايه جاز عملت اسعار جديدة للغاز اللي رايح للكهرباء فاحنا هنعيده من الاول تاني ما تيجوا نلعب نفس اللعبة تاني يلا يا جماعة الكهرباء مديونة للبترول لانه الغاز بقى غالي ففي عندنا هنا فجوة الفجوة التمويلية دي مين هيدفعها مش الحكومة مش سيء الذكر مش صندوق النقد هتدفعها انت ايها المواطن المستفيد من الكهرباء فنعمل ايه نغلي عليك الكهرباء فتسرخ تقول يا جماعة ماهيب تقطع نقول لك خلاص مش هنقطعها لمدة اسبوعين مبسوط تقول لهم مبسوط طب يلا البس بقى الغالة الجديد ما انت لسه مغليها معلش خد غالة كمان بعد ما الغالة يخلص وبعد ما تجيلك اول فاتورة يوم قطعها عليك تاني ونفضل في الدايرة السوداء اللي ما بتخلصش السؤال مين بيتحمل مسئولية حاجة زي كده مين يا جماعة المسئول عن حاجة زي كده مين مين الناس اللي بتاخد القرارات دي احنا انا خالد البلشي المتسترين خلف جدار الحرية مين يا جماعة مين اللي مضلمين عليكم حياتكم سيء الذكر وابنه محمود وشركات اللي بيتخد القرارات فاعمل العدات بتاع العد التنازلي نهاردة 12 بقي 13 و14 واليوم اللي بعده 15 وستعود للأسف خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء على البيوت المصرية اتمنى ان لا يحدث لكن لما يطلع مسئول يقولك يمكن او يمكن لا اعرف انه في الغالب يعني الاسوأ هو اللي قد حلقتنا خلصة تشوفكو بكرة ان شاء الله اصباح الله خير موسيقى